كلما كان الإنسان أكثر تسبيحا وتهليلا جعل الله تعالى لو الخير يساق إليه سوقا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك أكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا إش يضرك مدى منك فارغ سبحوا هلل يا أخي واحد واقف عند مطعم واقف عند مخبز واقف عند بقالة أراد أنه ينام أنت بلا تفوت لحظة أن لو أنت تقول سبحان الله وبحمد السبحان الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار ويقول حسن البصري رحمه الله